تعد فريضة الحج أحد أركان الإسلام الخمسة أجمع المسلمون على وجوب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر مرة واحدة في العمر في حال توفر الاستطاعة للحج أركان أربع رئيسية وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ويعني ركن الإحرام نية الحاج الدخول في مناسك الحج بقلبه يرجع سبب تسميته بالإحرام إلى أن الحاج بمجرد الدخول تحرم عليه أمور معينة أما الوقوف بجبل عرفات كما تشاهدون فهو أيضا ركن من الأركان الرئيسية ولا يتم الحج إلا به يبتدي من وقت زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر بعد الوقوف وعند غياب شمس يوم التاسع يفيد الحجاج إلى مزدلفة حيث يبيتون ثم يتوجهون إلى منا قبل طلوع الشمس ومن واجبات الحج أيضا رمي الجمرات هذه الذي يتم في يوم النحر أول أيام عيد الأطحى الموافق للعاشر من ذي الحجة ويام التشريق الموافقة للحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يعد طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج حيث يطوف الحجاج حول الكعبة سمي بهذا الإسم بسبب إفاضة الناس من منا إلى مكة المكرمة كما يعد السعي بين الصفا والمروى من الشعائر الواجبة التي يقوم بها الحاج أو المعتمر حيث يقوم الحاج بالسعي سبعة أشوار بين جبلي الصفا والمروى شرقي المسجد الحرام في تسسيد لسعي السيدة هاجر زوج النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام